وأكد البرهان أيضاً ضرورة التمسك بالانتقال الآمن إلى الحكم المدني بسلام إننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد وبما يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني المواطنين الشرفاء إننا نترحم على كل الشهداء بلادي نتمنى الشفاء للجرحة وندعو الله أن يعود علينا هذا العيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام تحية لكم جند بلادي وأنتم تقدمون أنفسكم فداء لهذا الوطن العزيز عاش السودان حراً مستقلاً